السلام عليكم ومرحمة باستقاء المبدعين معاكم خولة واليوم مع درس في صنع بطاقة من زول ما حطيت فيديوهات صنع بطاقة لان مشاهداتهم قليلة بس لاني كنت مشاركة في تحدي اكتوبر اللي تتابعيني في انستجرام راح يعرف قررت ان هي اسوي بطاقة لموضوع الشموع طبعا لمعرفت واي شو اسوي فاتذكرت ان عندي اختم شموع معن قلت ليش ما اسوي بطاقة وبصراحة انا ما كنت نوي اصور بس وانا ارتب الاغراض والافكار وعصف ذهني قلت ليش ما اسور يعتبر محتوى لليوتيوب فاتمنى اللي يحبوا البطاقات يكون عندهم فرصة ان يطبقوا هذي الفكرة طبعا الفكرة انا راح تكون البطاقة على شكل بيضاوي فقصيت ورقتين من الحجم الكبير طبعا راح ما تكون موايد كبيرة يعني الصغيرة بهذا الحجم وقصيت بشكل بيضاوي ثاني بس حجم اصغر حاليا طبعا كنت انا نسخ احاول اعرف كيف اسوي هل اختم على طول على الورقة ولا اختم برع فقررت اني كلمة هابي بيردي راح اختمها في ورقة منفصلة وصورة الكيكة مع الشموع راح اختمها في الشكل البيضاوي الصغير فطبعا مثل ما تشوفو ختمت اول مرة المفروض كنت يكون عندي ورقة جانبية ممكن اني اختم فيها كذا مرة اتأكد من الختم يعني يكون في حبر كمية مناسبة ويطبع زين قبل لا اختم على الورقة طبعا الورقة اللي الحين استخدمها هو ورقة ثقيل فوايد مناسب للبطاقات فشوي غالي طبعا فلازم يعني شوي يكون مقتصدين باستخدامها طبعا طبعا احط ان الكلمة شوي مائلة ولان طبعا مكتوبين بخطين مختلفين وخط حر فشوي كان صعب عليه اني اضبط الخط بشكل صحيح فقررت هالمرة اني اقص الورقة اجهزها بعدين اختم فيها وطبعا مثل ما تشوفوا حاول اخذ القياسات صح عشان ما ارد مرة ثانية اقص قصها فتقريبا ثلاث ارباع الانش العرضها والطويلة طبعا خليتها عشان بعيني بقصها بعدين اختمتها مرة ثانية وبعدين رديت اختم مرة اتوقع هذه المرة الرابعة وبعدين طبعا استخدم لوحة القص عشان يكون قصي حلو ومرتب للاسف انا عندي هذا انه خاصة في صنع البطاقات لان حجمهم صغير فاحب ان يكون التفاصيل يعني تكون مرتبة اكثر ونظيفة وما فيها شي يعني يضايقني بعدين طبعا قررت اني استخدم الزوايا اني خليهم دوار فاستخدمت هذه الاداء اللي عندي في منهم طبعا احجام واشكال ممكن تبحثوه في اليوتيوب اغلب ادواتي طبعا معاي من زمان يعني هذي القطاء الختام بصراحة ما اعرف خمسة سنوات القطاعات من علي اكسبرس بعد من زمان فاحاول كذا يعني اني استخدم الموجود عندي مؤاخذة شديدة والحمد لله قررت اني قبل لا اختم الكيكة اني ايب ورقة عندي طبعا هذه الورقة قطبة فيها قائمة المهام مالي بس قررت اني اختم فيها شوي الهذا وبعد طبعا اني نظفنا اني ارد اختم على نفس الورقة كذا مرة طبعا الحمد لله من اول مرة ختمنا على الشكل البيضاوي شكل حلو ومرتب فقررت اني الونها باللون الاصفر مثل ما تعرفوها باللون الاصفر فقررت اللون الاصفر ما بصراحة ما كان يعني تتبع خلص البطاقة سريع ما اريد وايد اطاول فيها فما وايد تميت اني ادمج الالوان واختار الالوان ونسق الالوان وايد فكانت بطاقة مثل ما قلت لكم ما كنت ناوي اصلا اصورها فالبطاقيات سريعة وعفوية وطبعا هذي الفرشة من علي اكسبرس حلوين جميلين احلى من الاسفنجات اللي كنت استخدمهم اول موجودين عندي بص هذي الوايد حلوين طبعا لونت شوية بلون داكن للشكل البيضاوي بص العبارة قررت انها تكون شوي خفيف وبعدين باللون الاسود حطيتها بهذه الطريقة طبعا هذي عندي طريقة سهلة وسريعة اني اعطي العنصر بروز في العملي يعني حددتها طلعت شكلها حلو ومرتب وما ياخذ وقته ما تحتاجه دواته وايد هالحين قررت طبعا اني ما عايبني شكل البيضاوي الكبير يكون فاضي قررت ان ايب شمعة واختمها كذا مرة بشكل يعني متكرر حوالين البطاقة طبعا بس الجزء الخارجي اللي راح يبين في الوسط تقريبا راح احط البطاقة الصغيرة البيضاوية الصغيرة هالحين اياه وقت التلوين طبعا استخدموا اي الوان تحبوها الحبر اللي انا مستخدمت انه مناسب للاوان مائية فاذا تحبوها الوان مائية ممكن بس انا عندي خشبية كانوا موجوديني قراب مني فقررت الوان طبعا بعد ما خلصت البطاقة قلت ليش انا لونت كل شمعة بلون ليش ما اخترت لون واحد مثلا الاحمر وخلاص او الازرق وخلص بس لا قررت اني شوي اتفلسف فلونت كل شمعة بلون طبعا التلوين جدا بسيط تلويني يعني ما في شيء professional جدا بسيط الشمعات اللي فوق حطيتهم باللون الاصفر وطبعا حطيت الكيك انه يبين لون بني وطريقة تلويني بشكل دائري حساس ما يبين خطوط في الرسمة بس سويته بشكل دائري فهذا يبين يدمج الالوان مع بعض فما يبين وايد خطوط وطبعا ما اضغط مثلا ما تشوفه خفيف خفيف اذا حبيه تزود ارد مرة ثانية الون عليه فبيزيد اللون وحاليا قررت لصق العناصر بالفوم او اللصق في ارتفاع هذا النوع خطت من دايسو في انواع يعني ثانية بس كنت رحها دا سوي شفته فقررت اخذه وطبعا لونه اسود حلو فقررت اني اسوي بالشكل البيضاء والشكل اللي فيه العبارة من وراه وطبعا شوية شوية ما الصق هم لان اذا اخترب ما اقدر اخوزه لان لصق قوي فاذا لصقته فبيخترب فعشانتي اتأكد قبل لا الصق اي شي اني حطيته في المكان الصحيح وهذه البطاقتنا طبعا انا سويت الواجهة الحين هذا رح يكون الجزء الخلفي من البطاقة اللي رح نكتب فيه العباراتنا او الكلام اللي نريده واسمنا فشكل لانه بيضاوي شوي صعب كنت احدد ان احط بخط مستقيم فبعدين لما لصقتهم الجزئين مع بعض ما طلع وايد مضبوط ما يعني حاولت رتبه بعدين بالمقص شوي بس قلت لكم البيضاوي شكل صعب الدائري اسهل والقلب اسهل طبعا مستطيل بعد سهل بس البيضاوي شوي فيه صعوبة فكان شوي متعب بالنسبة لي وهذه بطاقتنا جدا سهلة وبسيطة اتمنى انكم الهمتكم قليلا في صنع البطاقات الخاصة فيكم وبإذن الله نلتقي في افكار ودروس ثانية اذا عندكم استفسار واي اسئلة اكتبوها في صندوق الوصف وان شاء الله نلتقي قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة